السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباء الطلبة اليوم رح ناخد الدرس الأخير من هذه واحدة درس محيط المثلث ومساحته رح نتعرف بهذا الدرس كيف أحسب محيط المثلث كيف أحسب مساحته وكيف كمان نحيل المسائل بتتعلق بمحيط ومساحة قبل ما أبدأ عزيزي الطالب المثلث هو عبارة عن شكل هندسي مكون من ثلاث أضلاع يعني ثلاث قطع مستقيمة وهو مغلق ومن ثلاث رؤوس وثلاث زوائل هذا الإشي بنعرفه من زمان كلمة محيط يعني الإشي اللي على الحواف يعني اللي على الداير على الحواف يعني على الحفة العربي العامي عما لما نحكي عما الساحة فأنا عما اللي بحكي عن الإشي اللي داخل المثلث يعني بدي أزرع هذا المثلث بدي أفرشه شجاد بدي أدهنه الإشي اللي داخل هذا المثلث طيب نبدأ مع بعض بمثال تريد سمية استخدام سلك في صنع المثلث أطوال أضلاعه كما يلي 30 سنتي 30 سنتي و20 سنتي ما عطول السلك اللازم لذلك بس بهذا الدرس نعرف كلمة محيط وكلمة مساحة طيب خلينا أول إشي نعرف شوي يعني محيط أنا بدنا هتمسك سمية السلك وتحطه على حواف المثلث تمام؟ إذن ما إنه تحطه حواف في المثلث إيش بدها تعمل؟ لتحسب محيط إذن محيط بساوي 30 زائد 30 زائد 20 اللي هي نفسها 80 سنتيمتر وانتبه للوحدة إبارة عن سنتيمتر عادية بدون تربيع إذن السلك اللي راح تستخدم السمية ليشكل المثلث راح تمسكه من هون وتكمل على كامل أضلاع اللي هو 80 سنتيمتر بما إنه حكت السلك على حواف المثلث أو على محيط المثلث إذن أنا بد أحسب محيط المثلث ونشوف المثال الأول إحسب محيط المثلث المرسوم جانباً أنا عندنا مثلث هون إيش أطول أضلاعه؟ 24 متر، 18 متر، 30 متر ما هو قانون المحيط المثلث؟ مجموع أطول أضلاعه اللي هي 24 زائد 18 زائد 30 والبياطين 72 متر خلينا نحل مع بعض السؤال الأول صفحة 144 طيب السؤال الأول صفحة 144 نقرأه مع بعض بحكي لنا إنه عندنا مثلث أطول أضلاعه خمسة وستة بالعشرة سنتيمتر وسبعة سنتيمتر واثنين وثلاثة بالعشرة سنتيمتر ما محيطه عزيز الطالب بما إنه أعطيك أرقام فيها فاصل عشرية منحول عدد الصحيح إلى فاصل عشرية وهي سبعة صحيح تمام؟ هلأ ما هو قانون محيط المثلث مجموع أطول أضلاعه؟ إذن محيط المثلث، محيط المثلث بسبب مجموع أطول أضلاعه ومحيط محيط المثلث بساوي مجموع أطول أضلاعه، مجموع أطول أضلاعه إذن بدي أجمع أطول 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 أط مجموع أطوال أضلاء ويساوي 14 صحيح وتسعة بالعشرة بحكي عن محيط إذا أن الوحدة بدون تربيع سنتيمتر لحالها طيب هلأ أنا ما عملت إشي إلا بس جمعت أطوال الأضلاء نروح على نحكي عن مساحة هذا المربع مساحة هذا الشكل المثلث عشان أعرف المساحة بنا نعرف إشي اسمه رأس المثلث ارتفاع المثلث وقاعدة المثلث هذول العناصر الثلاثة اللي بهموني بس بهذا الدرس اللي هو رأس المثلث ارتفاع المثلث وقاعدة المثلث عزيزي الطالب القاعدة هي الضلع الذي يرسم العمود عليها أو على امتدادها عمود إيش هذا العمود العمود هذا بشكل عندي ارتفاع أنا عشان أقيس ارتفاع شي معين عن سطح الأرض مش بعمله بشكل قائم وبعدين بقيسه يعني انت لما تقيس طولك مش بنمسك المتر ونوقفك بشكل قائم عشان نقيس طولك ما منخليك تميل ظهرك لا منخليك قائم وبعدين منقيس طولك إذن هلأ عزيزي الطالب نعرف إنه لما إس ارتفاع المثلث إذن الارتفاع هو طول العمود المرسوم من أحد رؤوسي المثلث إلى الضلع المقابلة أو إلى امتداده يعني لما أحكي كلمة ارتفاع المثلث بدك تدور على العمود المقام في هذا المثلث شان عمود يعني عملي زاوية قائمة عمودي على إذا بتتذكر حكيناها في وحدة الهندسة عمودي على يعني عملي زاوية قائمة هاي زاوية قائمة إذن هذا هو الارتفاع هو عبارة عن عمود المقام أما الضلع اللي نقام عليه العمود هي القاعدة نجي على المثلث الثاني أين الزاوية القائمة؟ هاي الزاوية القائمة الضلع اللي الوصل بين الرأس وضلع هاي الضلع هذا وصل بين هذا الرأس وهذا الضلع إذن هذا الضلع الأحمر اسمه الارتفاع أما الضلع المقام عليه العمود الضلع هذا مقام عليه العمود هو القاعدة نيجي هون أين الارتفاع بدور على الزاوية القائمة الخط اللي بوصل بين رأس المثلث والضلع هذا هو هاي الرأس وهي الضلع رأس يعني زاوي من زاوي المثلث هاي الرأس وهي الضلع إذن هذا هو الضلع اسمه ارتفاع أين القاعدة يعني الضلع المقام على العمود اللي هو هذا الضلع إذن تبهت عزيزي الطالب الضلع هادي في عندك هون نقاط هاي نقاط لا تحسب من القاعدة القاعدة هي عبارة عن فقط الضلع يلي موجود ضمن المثلث يعني هون أنا عند القاعدة فقط يلي بالخط الأسود ما بحسب معها الخط الأحمر طيب خلينا نشوف هلأ مثال كيف بحسب أنا مساحة المثلث مساحة المثلث بدنا نحفظ قانون يلي هو عبارة عن نصف القاعدة في الارتفاع نصف القاعدة في الارتفاع نيجي لهذا المثلث أين الارتفاع؟ الارتفاع هو عبارة عن الخط الذي يوصل أو الضلع الذي يوصل بين رأس المثلث وضلع هاي رأس المثلث وهي ضلع إذن هاي القائمة إذن هذا هو العمود المقام بين رأس المثلث وضلع إذن هذا هو الارتفاع أين القاعدة هي عبارة عن الضلع المقام على العمود إذن هاي هي القاعدة اللي 25 كيلومتر طيب انطبق القانون مساحة المثلث يساوي نصف ضرب طول قاعدة في الارتفاع ومنيجي هون هاي النصف النصف هي عبارة عن ثابت في هذا القانون دائما بكتب نصف إذن نصف ضرب طول القاعدة كام 25 كيلومتر إذن ضرب 25 ضرب الارتفاع كام الارتفاع 12 دائما في الضرب لما يكون عندي ضرب ويكون عندي كسور ببحث عن إيش عن اختصارات بإين اللي 12 الإختصار بيكون بين باست ومقام إنت هون شايف باست اللي هو الواحد والمقام التنين بقدر أعمل جميعهم مقامهم واحد إنه الواحد ما بيأثر على العدد الصحيح هلأ هنا الاختصار بين 2 والـ 12 زوجي مع زوجي إذن قسمة 2 فيها واحد وقسمة 12 تقسم 2 كم فيها 6 أنا قسامت القاسم المشترك بين 2 والـ 12 اللي هو 2 بصف عندي واحد على واحد اللي هي نفسها واحد ضرب 25 اللي هي نفسها 25 ضرب 6 على واحد اللي هي نفسها 6 العدد الصحيح للمقامه واحد وضرب 6 و25 ضرب 6 بنضرب على طرف بعطيني 150 وانتبه للوحدة كيلومتر مربع لأنا بحكي عن مساحة طيب خلينا نحل مع بعض السؤال الثاني احسب مساحة المثلث في الشكل المجاور الشكل المجاور اللي مساحة مثلث هنرجع اللي مساحة مثلث شو قانون مساحة المثلث نص ضرب القاعدة ضرب الارتفاع ولما أحط الوحدة بدي أحطها تربية تمام؟ إذن بكتب نص بكتب القانون ضرب القاعدة ضرب الارتفاع معظم الأوقات بنرمز الارتفاع بحرف العين طيب نص ضرب القاعدة ضرب الارتفاع نص هي ثابت إذن يساوي نص. هلأ بعوض وين القاعدة وين الارتفاع؟ هلأ هو ما رح يفرق معك لأنه ضر التبديلي بس بنا نعرف وين ميز وين القاعدة وين الارتفاع أنا عندي هون ثلاث أرقام. يدي أميز مين القاعدة ومن الارتفاع. وإن الارتفاع هو الخط العمود اللي بوصل بين رأس وضلع. إذن هذا هو العمود. هذا هو العمود قده طوله 9 سنتيمتر. إذن ارتفاعته 9 سنتيمتر ارتفاعه. كم القاعدة؟ القاعدة هي عبارة عن الضلع يلي نقام علي العمود وينها؟ القاعدة 15؟ لا على مين الضلع يلي نقام علي العمود؟ هي العمود وهي الزاوية القائمة الزاوية القائمة هي تشكلت من التقاء هذا الضلع مع هذا العمود إذن هذا الضلع هو القاعدة إذن 12 طيب ميس ما إيجي القاعدة تحت مو الشرط يجي القاعدة تحت مو شرط يجي القاعدة تحت عادي هذا مثلث نقدر إنشاء اللي بو زي ما بدنا طيب هلأ بيجي عنا ضرب و عنا كسور واتفقنا بالفصل اللي مضى إنه كل عملية ضرب وفيها كسور قبل ما أضرب أي حدا شو أقول له؟ اختصر إذا إيش دا هو أعمل؟ بدي أعمل عملية اختصار عندي ضرب بأدور على الاختصار قبل الضرب إذن قبل ما أضرب بأعمل اختصار بقول له اختصار ضيق دور على الاختصار بحط المقام واحد المقام واحد هاي الخطوة عادية لو ما عملناها هاي وين عندي اختصارات؟ بين المقام هاي الاثنين والاثناش هاي زوجي وزوجي ما هو القاسم يلي بيقسم الاثنين واثناش معا اثنين إذن اثنين تقسمها على اثنين بيعطيني واحد واثناش تقسم اثنين كان بيعطيني ستة أنا عملت عملية اختصار أو تبسيط الآن بضرب البصمة على البصمة على البصمة والمقام مع المقام مع المقام ابحث عن اختصارات ضل ما ضل جميع المقامات واحد بضرب واحد ضرب ستة اللي هي ستة على واحد ضرب تسعة على واحد ولما أحكي على واحد يعني زيك إنه ما عندي مقام لأنه عدد صحيح بضل وستة ضرب تسعة كان بيعطيني أربعة وخمسين على واحد يلي هي نفسها أربعة وخمسين على واحدها إجت من واحد ضرب واحد نروح للسؤال الأول من تمارين وسائل سكر كتابك وحاول حل معي جرب حل وبعدين افتح الفيديو وشوف حلك صح ولا لا طيب حكي ليحسب المحيط من هو قانون محيط المثلث قانون محيط المثلثي اللي هو مجموع أطوال أضلعه إذا ما بدي أكتب مرة واحدة هون القانون مجموع 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 أطوال أضلعه طيب نيجي هون حكي لي طول ضلعه سبعة وستة بالعشرة واربعة وثنين وثلاثين بالمية وعشرة وثنين بالعشرة شوف جميع الخانات العشرية من كم خانة خانة وحدة خانة وحدة خانتين إذن بحط صفر على يمين الفاصل العشرية وصفر على يمين الفاصل العشرية عشان ما أربط بالجمع وهلأ بحط الأرقام تحت بعض وبجمع سبعة وستة بالعشرة وهي سبعة وستين بالمية نفس الإشي فأنا بقدر أضيف أصفار على يمين الفاصل العشرية قد ما بقدر وأربعة صحيح وثلاثين بالمية زائد عشرة صحيح وثلاثين بالمية أو اثنين بالعشرة نفس الإشي هلأ صفر زائد اثنين زائد صفر اللي هي بيعطيني اثنين وستة زائد تلات تسعة وتسعة زائد اثنين اللي هي عبارة عن 11 واحد باليد الفاصل بتنزل الفاصل العشرية وسبعة زائد واحد تمانية وتمانية زائد أربعة اللي هي تناعش وماش وثلاثين بيعطيني واحد باليد هلأ واحد زائد واحد يلي هو تنين إذن تنين وعشرين واثناش بالمية ايش متر أنا بحكي عن محيط ما بحكي عن مساحة نروح لفرعبة رح أمحي هلأ هاي متر طيب رح أمحي هلأ وحي الفرعبة فرعبة بحكينا هاي فرعبة مجموعة طوال أضلاعه تذكر إيش معنى هاي الإشارة هاي إشارة معنى هاي التماثل يعني هذا الضلع يطابق طول الضلعة الآخر يطابق طول الضلعة الآخر في شو يعني يطابق أو يماثل يعني نفس الطول إذن جميع أضلاعه ثلاثة وأربعة بالعشرة ثلاثة وأربعة بالعشرة إذن كم مرة بدأ أجمع ثلاثة وأربعة بالعشرة بدي أجمعهم مع بعض 3 مرات إذن 3 و 4 بال 10 زائد 3 و 4 بال 10 زائد 3 و 4 بال 10 هلأ بجمع 4 زائد 4 زائد 4 اللي هي نفسها 12 و 3 زائد 3 زائد 3 اللي هي 9 و 1 باليد اللي هي 10 إذن 10 و 2 بال 10 سنتيمتر لإني بحكي عن محيط ما بكتب تربيع نروح إلا لسؤال 2 سؤال 2 بحكي لنا لوحة مثلثة الشكل أطوال أضلاعها 2 متر و 2 متر و 1 و 7 بال 10 متر يراد إحاطتها بإطار ما طول هذا الإطار حكي لك إحاطتها شعني إحاطتها يعني كلمة محيط إذن هون الكلمة المفتاحية عندي إحاطتها يعني بده محيط شو قانون المحيط؟ نروح نقطب قانون المحيط له مجموع مجموع أطوال أضلاعه ما هي أطوال أضلاعه؟ 2 متر زائد 2 متر زائد 1 و 7 بال 10 أكيد لازم أتأكد إنهم نفس الوحدة متر مع متر مع متر وعدين بكمل هلأ 2 2 4 و 1 هاي 5 صحيح و 7 بال 10 إيش؟ متر هذا كم؟ هذا عبارة عن طول الإطار إذن طول الإطار 5 و 7 بال 10 متر هذا طول الإطار نروح للسؤال الثالث من تمارين ومسائل يملك كمال قطعة أرض مثلثة الشكل أطوال أضلاعها 3 و 3 و 5 على 6 كلهم كيلومتر انتبه إن الوحدة كيلومتر مع إن الوحدة كيلومتر إذن ما عندي أي شي صعب ما في داعي لتحويل الوحدات إذا كانت عندي وحدة مختلفة بحولهم كلهم لنفس الوحدات إيش حكى ليريد إحاططها ما طول السياج السياج بينحط على حواف المثلات على حفته إذا أمدحسب محيط المحيط يعني مجموعة طوال أضلاعه بكتب تلت زائد تلت زائد 5 على 6 كيف بجمعه أنا عندي كسور لازم الوحد مقامات قد أخلي جميع المقامات 6 ثلاثة بضربها بـ 2 وب muốnدها في 2 والثلاثة في المقام بضربها بـ 2 وبضرب البسط في 2 إذا بتذكر هاد إسمكسر مكافئ لما أضرب بـ 2 وأضرب بـ 2 في البسط و المقام هيعطيني 2 على 6 يعني 1 و 3 نفسها 2 على 6 메� How 15 your property add finance and 37 زائد 2 على 6 وحتى المقامات زائد 5 على 6 بجمع القسور بجمع البسط مع البسط مع البسط وبخلي المقام ثابت إذا المقام ثابت 6 بأكتب Sancio طبعاً متقدر تبسطها ما عليك بأبسط صورة نروح لفرعبة إذا كانت تكلفتي المتر الواحد من السياج 30 دينار فما تكلفتي السياج كامل إذا تكلفتي السياج للمتر 31 كم من كيلو متر أنا عندي حكاية تكلفة المتر الواحد من السياج 30 دينار فما تكلفة السياج كامل من المتر الواحد أنا عندي كيلومتر إذا أريد أن أحول من كيلومتر إلى متر عملية التحويل من كبير إلى صغير أريد أن أضرب أريد أن أضرب بكم؟ بألف إذا 9 على 6 ضرب طبعا هذا كسر غير فعلي عادي ضرب ألف ضرب ألف ليلة أنا بدي أحول من كيلومتر إلى متر عشان أحسب بعدين كم تكلفة المتر الواحد كم تكلفة القطعة الأرض من كيلومتر إلى متر قلنا من كبير لصغير بضرب بضرب بألف بعطين 9000 على 6 عادي خليها بس طمقا تقدر تختصر أنا معك بتقدر بدك تختصر أنت أخر اختصر هلأ لسه أنا ما حسب تكلفة الحديقة هاي بس بالأمتار طيب لما أحسب التكلفة بدي أضرب هاي المقدار ضرب 30 إذا عندي أضرب 30 شوف أنا ليش ما اختصرت عشان هلا يصير عندي أسهل 30 ضرب 9000 على 6 بيني 36 وال30 مش عندي اختصار طبعا مقام واحد ما اختلفنا لها عندي اختصار تقسيم 6 تقسيم 6 هاي فيها واحد وهاي فيها 5 هلا بضل عندي 5 ضرب 9000 بنزل أصفار لهم 3 أصفار و 5 ضرب 9 لهي 45 إذاً 45 ألف دينار تخيل 45 ألف دينار طيب خلينا نروح للسؤال اللي بعده السؤال اللي بعده اللي هو احسب مساحة المثلث في ما يلي لما أجي أحسب مساحة قانون المساحة بيحكي لي نص ضرب القاعدة ضرب الارتفاع إذاً دي أحسب مساحة نص ضرب القاعدة ضرب الارتفاع وقلنا الارتفاعي اللي هي العامود القائم إذاً هون نص ضرب كم القاعدة أربعة ضرب الارتفاع كم ثلاث المقام واحد واحد ابحث عن اختصار بين الاثنين قسمة اثنين فيها واحد وبين الأربعة قسمة اثنين فيها اثنين أنا بسطت واختصارت كلاهما يقبل قسمة على اثنين إذاً قسمت على اثنين واحد ضرب اثنين اثنين ضرب ثلاثة اللي هي ستة على واحد اللي هي نفسها ستة ايش الوحدة سنتيمتر بحكي عن مساحة تربيع نروح لفرع بها نص ضرب القاعدة ضرب الارتفاع نص تطبيق مباشر على القاعدة ضرب القاعدة كم تسعة ضرب الارتفاع وين الارتفاع هو العامود العامود اللي هو أربعة ضرب أربعة طولي العامود أربعة شوف هون القاعدة حكينا عنها تسعة ما حسبت هدول النقاط ليش لأن هدول خارج الضغع تالي المثلث طيب عندي اختصار بين الاثنين والاربعة طبعا عادي لو حطينا المقامات واحد وعادي لما حطينا قسمة اثنين فيها واحد قسمة اثنين فيها اثنين هلأ بضرب واحد ضرب تسعة تسعة وتسعة ضرب اثنين اللي هي تمنتاش على واحد اللي هي نفسها تمنتاش والوحدة متر تربيع ما تنسى تربيع لما أحكي عن مساحة السؤال الخامس بحكينا عنه مثلث طول قاعدة وستة عشر متر وارتفاع وطناشر متر ما مساحته تطبيق مباشر برضو بحكيلي بدي أحسب المساحة لنحسب المساحة ما هو قانون مساحة المثلث نص ضرب القاعدة ضرب الارتفاع بما انه بعرف اضروب بعرف اختصار ما عندي مشكلة طيب نص ضرب القاعدة معطيكيها كم ستتاش ضرب ستتاش ضرب الارتفاع كم معطيكيها تطبيق مباشر متر وأكيد متر مع متر يعني ما راح يخرب يشك ويحكيلك أكتر من هيك هلا أنا عندي عملية تبسيط بين الاثنين وستةاش أو الاثنين واثناش انت حر ماش تختار بكون صح تقسيم اثنين فيها واحد وتقسيم اثنين فيها كم فيها تمانية هلا خلاص ستتاش بطل اتعمل فيها بصير تعمل معي تمانية وبصير عندي واحدaltra واحد لنفسها واحد واحد ضرب تمانية لهي تمانية وتمانية ضرب اتناش هلا بنحسبها تمانية ضرب اتناش على واحد يعني زي كأنه ما عندي مقام لأنه عدد صحيح هذا ما برفر معه. 8 ضرب 12. 8 ضرب 2.16. 8 ضرب 1.8.1.9. إذا 96 الوحدة تربيع لأن أنا بحكي عن مساحة 96 متر مربع. وهيك منكون خلصنا مادة الكتاب ويعطيك العافية.